جماعة لازم أعطيكم تحديث لأن بيانات التضخم طلعت للتو وتقدروا تشوفوا أنه حصلنا هنا على شمعة حمراء كبيرة فرح أعطيكم تحديث عن الأشياء اللي لازم تعرفها لأنه الآن قاعدين نشوف شيء مغلق جدا فرح أعطيك كل الأشياء اللي لازم تعرفها إذا شتريت الهبوط أو إذا كنت مستني على شان تشتري الهبوط فلازم تشوف هذا الفيديو وكمان رح أعطيكم التحديث عن الصفقة اللي دخلت فيها اليوم مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأولادة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سأشترك وفعلي الجرس الآن طيب خلونا الآن نبدأ هنا في بيانات التضخم اللي طلعت قبل شوية فتقدروا تشوفوا أنه جماعة كان التوقع هنا 8.1% ولكن اللي طلع هو 8.3% فيعني التضخم في أمريكا لسه قاعد يزداد ولكن كمان اللي شفناه شوفنا هنا أنه قاعد يزداد الكورنفليشن هو التضخم إذا شلنا منه الأكل والطاقة فيعني إذا تغاضينا أو إذا طلعنا الأكل والطاقة فنشوف أنه هنا الكورنفليشن كمان يزداد من 6 اللي كانت توقع هو 6.1% ولكن زاد بنسبة 6.3% فهذا هنا يعتبر مقلق شوية لأنه هذا معناته أنه إحنا الآن قاعدين نشوف التضخم لسه قاعد في مرحلة صعود وهذا معناته أنه راح نشوف الفيدران الأمريكي يعني تقريبا بعد سبوع لما يعلنوا عن رفع مواد الفائدة راح يرفعوه تقريبا بـ 0.7% أو ممكن يكون 1% فهذا هو اللي قاعد الآن يتوقعه بعض الناس وأكيد رفع مواد الفائدة بهذه النسبة أكيد هذه أخبار غير جيدة للبيتكوين طيب خلونا نتكلم عن هذا الشيء هنا زي ما أنتم عارفين يا جماعة أنا دائما أحذر من هذه الخطوط البنية ومن هذا المستوى وإحنا عارفين أنه هذا المستوى كان مستوى قوي جدا في السابق وفي الفيديو السابق طبعي اليوم دخلت في صفقة وعملت مستوق في الخسارة عند حفة الخط البني هنا في الأسفل عند 22200 دولار فأنا كنت أضيق المجال من ناحية الهبوط وكان عندي مجال واسع في الارتفاع فعشان كده يا جماعة في الفيديو السابق أنا أكدت وقاعد أشدد أنه جماعة لازم تستخدموا مستوى قفصارة لأن الآن صفقة تم وقفها وطلعت من الصفقة هنا والخسارة اللي حصلت عليها كانت هنا 1% في هذه الصفقة فهذا شيء عادي وهذا شيء كمان تكلمت عنه في الفيديو السابق كنت عارف هذا الشيء وكنا عارفين أنه هذا مستوى مقاومة قوي وكنا عارفين أنه ممكن نحصل على هبوط من عند هذا المستوى وعشان كده حطيت مستوق في الخسارة هنا وضيقت مستوى الهبوط هنا عند حفة الخط البني ولكن إيش اللي نعمله الآن؟ طيب ونقدر نشوف هنا أنه في الأسواق التقليدية حصلنا على هذا الهبوط هنا من عند هذا الخط خط المقاومة القوي عند 4150 دولار فإيش الآن اللي ممكن نتوقعه هنا في الأشهر القادمة؟ بصراحة لازم أكون صريح هنا وأشوف أنه حقيقة أنه حصلنا على كور انفليشن مرتفع والتضخم بشكل عام ارتفع هذا يقودني أو يخليني أؤمن أنه الفيدرال الأمريكي راح يتخذوا إجراءات أكثر صرامة وراح يكونوا نشيطين من ناحية رفع مادة الفائدة وأكيد هذا ما راح يكون شيء جيد للسوق فعلى المدى الطويل الوضع أعتقد لسه أوكي ما في مشكلة ولكن على المدى القصير وإلى المدى المتوسط أعتقد أنه لازم الواحد يكون حذر إذا أنت متوقع أنه راح نحصل على ارتفاع هنا بشكل قريب إلى مستوى 25 ألف دولار أو مستوية أعلى لازم أنه الواحد يكون حذر طيب ولكن اللي نقدر نعمل الآن هو أنه نرجع إلى استراتيجيتنا الرئيسية وهو أنه نتداول هنا في هذه النطاقات زي ما أنتم عارفين في عندنا هذه التقلبات هنا للأعلى والأسفل ويوجد عندنا فرص كثيرة للحصول على أرباح قوية هنا من هذه التقلبات اللي علينا فقط هو أن نحاول نختار المناطق اللي راح ندخل منها مثلا دخول الشراء هنا من عند هذه المستويات في الأسفل هذي مستويات رائعة جدا وبعد كده نأخذ الأرباح من صفقات الشراء هذه اللي دخلنا فيها عند مستويات المقاومة الهائلة هنا في الأعلى نفس الشيء اللي عملنا هنا في السابق مؤخرا وأكيد مرة أخرى يا جماعة راح نرجع لإستراتيجيتنا السابقة رح نرجع نتداول داخل هذه النطاقات احنا عارفين انه الاوضاع الاقتصادية العالمية رح تقود الى تقلبات اكبر هنا في السوق وكمان هنا عندنا بريطانيا رح تعلن عن معدلة التضخم رح يكون بكرة رح يتم العلان بكرة عن معدلة التضخم وتقريبا كمان عندنا اوروبا بشكل عام رح يعلن عن معدلة التضخم هنا تقريبا في هذا الاسبوع فكالعادة يا جماعة خليكم حذرين ولكن فقط حبيت اني يعطيكم تحديث عن ايش اللي قاعد يحصل هنا ليش قاعدين نحصل على هذا الهبوط هنا وكمان اعطيكم تحديث بانه تم ضرب وقف الخسارة هنا في الصفقة تبعي عند حافة الخط البني في الاسفل وكمان حقيقة انه الكورنفليشن والتضخم بشكل عام ارتفع هذا ما يعتبر او شكله مش شيء جيد للمدى القصير والمدى المتوسط هنا فاتوقعوا اجراءات اكثر من الفيدرال الامريكي جماعة هذا كان كوشي عندي اليوم بتوفيق الجميع واشوفكم في الفيديو القادم